السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة Elden Ring شكرا لدعمكم ولعيكاتكم ولكل من كتب لي كومنت يشهد الله ان هذا تحفيز كبير لي اليوم راح نتكلم ان شاء الله عن موضوع الملتي بلاير طبعا لعبة Elden Ring والعاب السولز بشكل عام متميزة كثير عن باقي الالعاب في هذا النمر مش مثل اي لعبة تدخل القائمة وتحصل ملتي بلاير او ستوري او اللي هو سنجل بلاير لكن هذه اللعبة دامجين لك الاثنين مع بعض كذا بنكهة ثانية لهم نكهتهم الخاصة خلنا نقول يعني عادي انك تلعب سنجل بلاير وفي امان الله تمشي وكذا الا تشوف واحد ان اطع عليك من الملتي بلاير فضروري جدا انك تكون فاهم هذه الايتمات وش فائدة كل واحد فيها طبعا الايتمات مش كثير تقريبا كلها ثمانية اول شي طوال العمر لازم انك تعرف ان فيه نوعين او نمطين من الملتي بلاير اللي هو البي في بي والبي في اي البي في بي اللي هو البلاير ضد البلاير يعني يجيك واحد وتتجالد انتو اياها بلاير ضد بلاير اما البي في اي هو البلاير ضد الانمي يعني يجيك خويك نفس ما تقول نمط تعاوني يجيك خويك ويساعدك ضد البوس مثلا في اللعبة يعني بلاير ضد انمي يعني يا يجي عالمك يا تروح عالمه باختصار طبعا اول سؤال بيجي في بالك طيب اوكي عرفنا النمطين لكن كيف نشارك في هذا النمطين اذا ما كانت فيه قائمة خاصة طبعا هذه فائدة الايتمات ان فيه حاجة اسمها اشارات الاستدعاء تكون عندك او عند اي واحد يلعب اللعبة ومن خلالها يجي اخويك يشارك في عالمك او العكس طبعا هذه الايتمات منها انواع اللي هو نوع يتحكم بالملتي بلاير ونوع يتحكم باللعب التعاوني وفيه نوع يتحكم باللاعب ضد لاعب او البي في بي مثل ما قلناه اول ايتم اخوان اللي هو الفور كولينج فنقر رمدي هذا الايتم اذا قلت اسمه صح لهم يستين اول شي يكشف اشارات الاستدعاء على الارض هي مش ميزتين يعني ميزة وسلبية في نفس الوقت او ايجابية وسلبية فائدة هي يكشف اشارات الاستدعاء على الارض اذا كانت فيه اي اشارات حوالينك تشوفها من خلال هذا الايتم والسلبية او الشين في هذا الايتم اللي هو يفتح احتمالية تعرض عالمك القزو الاحتمالية مهيب كبيرة ما تجاوز 20% يعني مش اكيد ان فيه احد يداهمك لكن خلي في بالك ان في اي لحظة ممكن تشوف احد يداهمك لكن اذا انت ودك ان فيه احد يهجم عليك ويباريك يعني فيه ايتم بعد شوي هذا يصلح لك الايتم اللي بعده اللي هو الفينجر سيفرر اذا قلت اسمه برضو صح هذا الايتم يرجعك الى عالمك او ممكن من خلاله ترجع اي لاعب اخر الى عالمه مثلا ما عجبك لعبه ولا شيء تبتصرفه هذا الايتم يمديك ترجع اي لاعب الى عالمه يعني باختصار اخوان هذا الايتم اللي هو بوابة الالاين اذا ما عندك هذا الايتم مستخدمته انت جالس تلعب سنجل بلاير بكل اختصار اما الايتم الثالث يا اخوان اللي هو اللسان المربوط انا ما عرفت انه اللسان الا من اسمه يزيد احتمالية غزو عالمك بشكل كبير يعني اذا قبل شوي ما فادتك النسبة اللي هو اقول لك 10-20% كذا في احد يغزيك هذا الايتم راح يخلي مليون بالمية في احد راح يغزيك يعني ما بتمر عليك 5 دقائق الا وفي واحد طبع عليك ويجلدك بعد فلا تسوي يعني قوي المهم الايتم اللي بعده اخوان اللي هو الاصبعين الاصفر والاحمر او الابيض والاحمر اخوان باختصار اخوان الابيض كأنك تقول اريد لعب تعاوني او كو اب اللي هو بلاير ضد انيمي او بي في اي والاحمر كأنك تقول ابغى اتجالد مع واحد اللي هو بي في بي وفي واحد يجيك تحط لهذه اشارة الاستدعاء ويجيك وتتجالد انت وياه طبعا الاثنين هذلة انك تحطهم في نفس المكان اللي انت واقف فيه الاشارتين الابيض والاحمر اذا كان عندك تحطهم في نفس المكان اللي واقف فيه وهذا الاختلاف اللي بينه وبين العصاتين اللي هو بالابيض والاحمر اما بخصوص العصيان هذه يعني ما تحتاج او ما تطلب انك تكون في نفس المكان هذا اذا الهوست يعني عنده الايتم هذا واستخدمه خلاص يستدعي فيه اللاعب الثاني نجي الايتم اللي بعده اللي هو البلادي فنجر هذا الايتم يا اخوان اللي هو اذا حاب انك تداهم شخص ثاني هذا هو الايتم اللي تحتاجه يخليك تغزو عالم لاعب بدون ما يستدعيك يعني بدون شارة استدعاء تقدر تهاجمه وكذا يا اخوان خلصنا موضوع الايتمات طيب الحين الشغلة المهمة او السؤال الاخير اللي ما جاوبته اللي هو انا وخويه الحين ودنا نلعب يعني شخص معين واحد من اخوياك ودك تلعب معه مش اي شخص يجيك تعاوني او اي شخص تباريه طبعا فيه شغلة اللي هو ملتي بلاير باسورد راح تحطون باسورد انت خويك نفس الرمز بالضب فهذا راح يتيح لك انك متشوفه شاير استدعاء الا من خويك هذا اللي حاط نفس الباسورد اللي انت حاطه وبس يا شباب هذا كان مقطع اليوم اتمنى ولو طلعته بفايدة وحده شكركم المشاهدة لا تنسوا اللايك والكومنت والشير وتفعيل زر التنبيه حتى تشوفون تنبيهات المقاطع الجايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته